موسيقى في ناس يسألوني كيف يمكن أن الله العظيم ينزل إلى الأرض بشكل إنسان ويتجسد الحقيقة الجواب ليس بالصعوبة التي يظنها الكثيرون لأن تجسدات الله في التاريخ كثيرة وكثيرة جدا عندما كلم الله موسى مثلا أليس هذا تجسد ظهر الله لموسى بعليقة من نار وكانت النار لا تشعل العليقة فتعجب موسى ونظر إليها وجاءه صوت من أين هذا الصوت؟ من أين جاء هذا الصوت؟ هذا صوت الله بل هل لله فم؟ هل له صوت محدد؟ وهل له لغة أو لهجة معينة؟ هذا نوع من التجسد لأن الله حدد نفسه وهو العظيم الكبير حدد نفسه بصوت إنسان لكي يتكلم مع الإنسان لكي يفهمه الإنسان فاستخدم اللهجة العبرية بصوت إنسان لن يقول يا موسى بل قال له موسى بصوت عدي وبهكذا تكلم الله مع موسى وأيضا تكلم الله مع إبراهيم ومع أنبياء كثيرين يوم من الأيام تكلم مع سموئيل وهو واحد من الأنبياء وكان طفلا كان ينام ويسمع صوت خافت يا سموئيل يا سموئيل يا سموئيل ثلاث مرات فتيقز وعرف أن الله يتكلم معه هذا دليل على أن الله بسبب محبتي للإنسان يتواضع وينزل إلينا بأسلوب نفهمه بأسلوب نستطيع أن نسمعه بأذاننا ونراه بعيوننا وأفضل طريقة تكلم بها الله للإنسان هي بشخص يسوع المسيح يقول الكتاب المقدس في الأبرانيين الإصاح الأول في زمان تكلم الله بطرق متعددة وجزئية عن طريق الأنبياء والرسل ولكن في أيامنا هذه في آخر الأيام تكلم الله في ابنه يسوع المسيح وهذا نوع من التجسد لأن الله نزل إلينا بروحه فلم نراه نزل إلينا عن طريق الصوت وعن طريق كتابه فلم نسمع ولم نتعز لكن عندما نزل هو بنفسه واتخذ جسداً أصبح مثالاً لنا لكي نتبعه ومات على الصليب لأجلها لكي نخلص به وهذا التجسد شيء يستطيع فقط الله أن يعمله لكن لكي أشرح لكم معنى التجسد بطريقة نحن نفهمها هذا الجوال التليفون السل أو الموبايل كيف أستطيع أن أسمع صوت إنسان بالصين أو بأمريكا أو بأفريقيا يكلمني من غير أن يكون هذا معلق في الحائط أو بأي شيء آخر الجواب هو أنه في زبزبات في الجو تأتي من بعيد وتصل إلينا بأجهزة متعددة ومنها هذا الجهاز الذي هو تجسد لصوت زوجتي عندما تكلمني فالله أخذ جسد يسوع المسيح لكي يكلمنا لكي نفهم عليه لكي يعاشرنا لكي يتحمل أوجاعنا ومشاكلنا وأخيرا يصل إلى الصليب لكي يموت عنا ويخلصنا وهذا هو التجسد ترجمة نانسي قنقر